تحية لكم من جديد بالأمس القريب اعتمد الناس على أبراج البث لنقل إشارة الإذاعات المحلية وإن كان عالم البث لا يقتصر فقط على الإذاعات ولكن أختصر ومضى اليوم على موضوع الإذاعات لأنني أريد أن أشجع المؤسسات المختلفة على استحداث إذاعات لها عبر مواقعها الإلكترونية وبالتالي الإذاعات تبث عبر الشبكة العنكبوتية وتستخدم هذه التقنية حتى توصل رسائلها سواء فيما يتعلق برسائل المرتبطة بعطاءات وقدرات هذه المؤسسة رسائل مرتبطة بما تقدم المؤسسات من خدمات إطلاع الناس على تجاربها المختلفة إسمع صوتها فيما يتعلق بحيزها المكاني أو فيما يتعلق كما أسلفت بنشاطاتها أو أيضا بث الموسيقى والترويج لموضوعات تهم الناس وتعود عليهم بالفائدة هذا الموضوع كان في يوم من الأيام موضوعا مكلفا اليوم أصبح أقل تكلفة وتقريبا في متناول الجميع أن يستحدث إذاعة على الإنترنت ويقوم بالبث طبعا هذه العملية في يوم من الأيام يجب أن تخضع للتنظيم باعتبار أنه لا يمكن أن يترك الباب متاحا بصورة كبيرة لأن الناس تعتقد أن الإذاعة هي محتوى وتعتقد أن الإذاعة هي مجرد أجهزة وأن الإذاعة أي شيء يستباح وأي شيء يباح بصورة كبيرة طبعا جودة المحتوى حتى القدرات المرتبطة بالبث فيما يتعلق بجودة الإشارة حتى فيما يتعلق أيضا بمكانة اللغة وإحكام هذه اللغة مهم جدا لأنه لا نريد أن نسطح لغتنا العربية ولا نريد بأي شكل من الأشكال أن ننقل صورة سخيفة عن مجتمعنا ولا نريد أن ننقل رسائل فيها أي نوع من أنواع التفرقة أو الشقاق أو ما يخالف النسيج المجتمع الفلسطيني الذي نعتز فيه لذلك تنظيمها أمر مهم الجهات المختصة ومن يشاهدنا من الزملاء يعرف تماما ما أقصد بهذا الموضوع وعملية تحفيز المؤسسات المختلفة لا يأتي على الإجهاز عندما نتحدث عن التنظيم وتحفيز هذه المؤسسات لا يعني بأنه تفضلوا أقدموا ما تشاءوا دون أن يكون هناك حسيب أو رقيب وأنا عندما أقول حسيب أو رقيب أتحدث لا عن تكميم الأفواه ولا عن قتل صوت الناس وإنما عن ضرورة التأكد من كل ما عرجت عليه من الموضوعات حتى نضمن الحفاظ على نسيجنا المجتمعي وعدم الخروج عن الحياة الذي اعتدنا عليه وعدم الوصول إلى حالة من السباب والتشهير وسوء استخدام المنصات الإعلامية لدينا وعلى كهلنا عبئ كبير فلسطينيان نستطيع اليوم من خلال الشبكة العنكبوتية أن نوصل للناس نستطيع عبر الإذاعات أن نوصل صوتنا ونوصل هذه الرسالة للبشرية قاطبتان والخروج من الحيز الجغرافي الذي اعتدنا عليه لأنه دائما في نشاطنا اليومي نعتقد بأن الناس تفهم عن ماذا نتحدث حتى في العالم العربي تبسيط بعض الأمور إيصالها شرحها يحتاج إلى بعض الجهد لكن الناس عندما تفكر في حيزها الجغرافي دائما تعتبر أن الأمور معروفة ومسلم بها ولا داعي للتفصيل وأن الأشياء كلها واضحة وهذا موضوع يجب مراجعته يجب توضيحه يجب إلقاء الضوء عليه وبالتالي الرسالة الإعلامية ليست رسالة سطحية وليست رسالة مسلم بها ترتبط ببعض المعلومات وبعض البيانات يجب أن ترتبط أيضا بعض الإحصائيات حتى تكون مسندة إلى معلومات دقيقة ومعلومات علمية فيها بحث فيها مسؤولية فيها شخصية معنوية للجهة صاحبة العلاقة بهذه المعلومة لذلك نقدم جميعا على استخدام الإذاعات على الإنترنت ونستفيد من الحيز الإلكتروني والفضاء الرحب الذي نراه اليوم ونستفيد من التقنيات المختلفة حتى يسمع العالم كله صوتنا ونوصل رسالتنا التي يجب أن تكون دائما ناصعة ومشرفة وأهم من كل ذلك مبدعة وقادرة على الصمود ألف تحييي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر